محمد أبو جابا اللي عب 11 مباراة ستقبل 17 شباك نظيفة في مباراتين معادل تصدياته لكل مباراة 3 كرات تصدياته من تاخل منطقة الجزاء 21 تصدياته من الخارج 13 أحمد الشناوي تم المباراة ستقبل 9 شباك نظيفة 3 معادل تصديات 2 تقريبا لكل مباراة تصديات من تاخل منطقة الجزاء 10 من الخارج 5 طيب بص واحد كمان اتقال عليه كلام النهاردة وكان المفهود يبقى في المنتخب محمد بسام لعب 9 مباراة ستقبل 9 شباك نظيفة 3 معادل تصديات 3.2 لكل مباراة وباقي الأرقام بالمناسبة اهي نفس القصة ممكن اللي عطل محمد بسام انه يبقى موجود في المنتخب ببساطة شديدة انه ده راجل ما عندوش خبرات دولية أنا عندي محمد الشناوش وعندي احمد الشناوش خبرات كبيرة اللي تندول خبرات كبيرة محمد ابو جبل بنجم كاس الامم اللي فاتت فاكرين طبعا محمد الصبح كان موجود برضو في القائمة بالمناسبة اللي كانوا موجودين في قائمة اخر كاس اacial امربا كان محمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد ده اللي تغير ودخل مكانه احمد الشناوي يعني هو الراجل ما عملش حاجة غريبة طيب هزي يتقول لي في الحراس تحديدة هكريم ما كان خد جاد أو خد أبو جبل عفوا خد بسام أو خد البلعوتي كل دول ومحمود أبو السعود كل دول حراس هايلين